دون أي تغيير في جغرافية المنطقة التي تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أكثر من أسبوع لا يزال القصف اليومي بين الأطراف المتصارعة سيد الموقف قوات الحكومة السورية جددت قصفها المدفعية والصاروخية على مواقع لهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة في قرية أبديتا بريف إدليب الجنوبي ما أسفر عن مقتل عنصرين من الهيئة وإصابة عدد آخر بحسب مصادر محلية من المنطقة قذائف صاروخية عديدة مصدرها مواقع قوات الحكومة سقطت في محيط نقطة عسكرية للاحتلال التركي في قرية سرجة بجبل الزاوية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في المقابل قصفت هيئة تحرير الشام الإرهابية مواقع لقوات الحكومة في المنطقة ذاتها بالأسلحة الثقيلة دون معلومات عن خسائر بشرية قرى وبلدات إحسم والبارة وإبلين وجوزف وأرنبا والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدليب الجنوبي كانت مسرحا لعمليات القصف من قبل قوات الحكومة بعد عمليات تسلل ليلية للفصائل على مواقع قوات الحكومة وسط تحليق مكثف لطائرات الحربية والمسيرة الروسية في سماء المنطقة دون تسجيل أي ضربة كما شهدت محاور بلدتي العنكاوي وقليدين بسهل الغاب في ريف حما شمالي الغربي قصفا مماثلا لقوات الحكومة ووفقا لمصادر محلية من المنطقة فقد استهدفت قوات الحكومة سيارة مدنية في محيط بلدة الزيارة بصاروخ موجه ما أدى لاحتراقها بالكامل دون معلومات عن خسائر بشرية